اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء أن لصحافة البحرينية دور هام في تعزيز المنجزات الوطنية والمكتسبات التنموية لمملكة البحرين في مختلف المجالات منوها بأن العاملين في صحافة ووسائل الإعلام المختلفة شركاء في مسيرة التنمية لما يقدمونه من إسهامات واضحة عبر تأدية رسالتهم بكل عزم وإخلاص في كافة الظروف بما يعود بالنفع على الوطن والمواطنين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله اليوم عند بعد السيد جورج وليامز رئيس تحرير جريدة غالف ديلي نيوز وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله حيث أثنى سموه على ما قدمه رئيس تحرير جريدة غالف ديلي نيوز خلال مسيرة عمله في مملكة البحرين متمنيا له التوفيق والنجاح وأشار سموه حفظه الله إلى أن للصحافة الوطنية المسؤولة دور مهم ورائد في تنوير رأي العام ورفض الجهود الوطنية عبر التغطيات المستمرة للمنجزات التي تحقيقها المملكة على كافة الأصعدة مؤكدا على ما تتمتع به الصحافة من تاريخ حافل بالعطاء عبر ما قدمه مؤسسو الصحافة أو الأجيال التي تبعتهم من الصحفيين والذين هم محل فخر وتقدير لدى الجميع منوها سموه بأن دور الصحافة سيظل داعما لكافة مسارات التنمية التي تسعى المملكة لتحقيقها من جانبه أعرب رئيس تحرير جريدة غالف دالينيوز عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من اهتمام وحرص على تعزيز دور الصحافة الوطنية وتطويرها على كافة الصعود اشتركوا في القناة